موسيقى الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل تنطلق اليوم بشكل رسمي عبر ربوع الوطن حملة سيستهلها المترشحون الثلاثة ومساندوهم من تشكيلات سياسية على لقاء المواطنين وعرض برامجهم الانتخابية عشرون يوما ستستغرقها الحملة الانتخابية بتجمعات شعبية ولقاءات جوارية مدة سيعكف فيها كل من المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش والمترشح الحر عبد المجيد تبون والمترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي شريف حسني على إقناع المواطنين للظفر بأصواتهم من خلال خطاب انتخابي يستجب لتطلعات الجزائريين وتشهد مختلف الشوارع والأحياء عبر كل بلديات الوطن إلساق اللافتات الدالة على رئاسيات 2024 بهدف تحسيس المواطنين بالموعد الهام الذي تنتظره البلاد كما سيعكف المترشحون خلال هذه الحملة على إلساق شعاراتهم وصورهم بهدف استقطاب الناخبين للظفر بأصواتهم يوم الاقتراع هذا وقد حضرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كل الظروف لضمان سير الحملة الانتخابية وفق ما يمليه الدستور بضمان الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب فضلا عن مرافقة التجمعات ومتابعتها وفقا للضوابط القانونية دون إغفال الحرص على المساواة في الحيز الزمني لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر